النجم المصري محمد صلاح يتعرض للإصابة مع ليفربول في مواجهة لستر سيتي ضمن لقاءات الجولة التامنة من الدوري الإنجليزي تابعونا لنهاية الفيديو علشان تعرفوا ما هي حجم إصابة محمد صلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في طريق المعرفة لو أول مرة تشوفونا ويهمكم تعرفوا كل الأخبار المحلية والعالمية ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعي فريق ليفربول الإنجليزي للإصابة في مواجهة فريقه التي أقيمت اليوم أمام ليستر سيتي ضمن لقاءات الجولة التامنة في الدوري الإنجليزي جاءت تلك الإصابة في نهاية المباراة ديئة 91 تحديدا عقب تدخل قوي للغاية من البديل في ليستر سيتي حامزة نشدري وحاول صلاح أن يكمل المواجهة أن يتحامل على إصابته التي جعلته لا يستطيع الرقد في الملعب حتى قام المدير الفني يورجين كلوب بتبديله وحل اللعب الإنجليزي أدم للانها بديلا لصلاح في الوقت بدل من الضائع الذي شاهد تحولا في المباراة حيث حصل الريتز على رقلة جزاء سددها ميلنر بنجاح انتهت المواجهة بفوز ليفربول بالمباراة التامنة على التوالي منذ بداية الموسم ليحصل على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي ب24 نقطة حتى الآن محمد صلاح يملك فرصة زهبية للتعافي حيث لم ينضم لقائمة منتخب مصر لوديات شهر اكتوبر ولديه حتى 20 من الشهر الجاري موعد مواجهة منشستر يونايتد واتشير تقارير الأولية ان صلاح تعرض للإصابة على مستوى الكاحل القدم اليسرى واستوضح التقارير النهائية مدى حجم الإصابة بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وياري تكتبونا في التعليقات ما مدى حجم إصابة اللاعب المصر محمد صلاح هل هيلحق بالمباراة القادمة ولا الإصابة لقدر الله تطول شوية بتنسوش اللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته